أهلنا بكم من جديد تجري معظم دول العالم استطلاعات منظمة ضمن خطة زمنية محددة خلال مجريات العملية الانتخابية في بلادهم سواء على مستوى الرئاسة والمجالس البرلمانية بهدف معرفة توجهات ناخبيهم وإيجاد حالة تشابكية اليوم نستعرض مقال وهذا المقال يناقش فيها الكاتب الصحفي نسيمع النيزات الحاجة لاستطلاعات رأي لقياس وجهات الناس في الانتخابات ورحب بضيفي الكاتب الصحفي السيد نسيمع النيزات أهلا بك سيدي أهلين فيك الله أعطيك العافية مساءك سايد حياك الله لماذا نحن بحاجة لهذه الاستطلاعات هذا سؤال يمكن الكل بيحكي لك كل يوم ليش بدنا ننتقل لمراحل متقدمة بحياتنا ما كان عندنا استطلاعات لماذا بحاجة استطلاعات وما هي النتائج اللي راح تخرج من هذه الاستطلاعات مساء الخير أولا إلى جميع السادة المشاهدين طبعا أحنا الآن في مرحلة جديدة من الحياة السياسية الأردنية جاءت بعد مخرجات منظومة التطوير السياسي أو التحديث السياسي تم إجراء أو تم إقرار قانون انتخاب جديد تم إقرار قانون أحزاب جديد بناء على مخرجات منظومة التحديث السياسي اللي أمر فيها جلالة الملك عبدالله نعم لذلك الآن العالم كله في حال التطور العالم كله في حال التقدم لذلك يجب أن ننتقل وأن نواكب هذا التطور وأن نجاري العالم ونجاري أيضا التطور في الحياة السياسية من خلال اختراع آليات أو إيجاد آليات جديدة لذلك لا يجوز أن نبقى دائما في حالة التقليد بما أنه من قانون جديد وقانون هذا القانون الجديد أيضا أدخل تعديلات جديدة خاصة فيما يتعلق في موضوع القوائم الحزبي وفيما يتعلق في موضوع القوائم العامة ومشاركة المرأة والشباب وهذه المشاركات كيف نستطيع أن نعلم أو أن نخبر العالم أو أن نخبر صانع القرار بأثر هذه التغييرات على الناخب الأردني إذن هل نحن نسير في الطريق الصحيح؟ هل قدمنا له شيء جديد؟ لذلك نحن بحاجة إلى استطلاعات رأيني معرفة التوجهات للناس خلال مجريات العملية الانتخابية لا أتحدث عن حالي واحدة أو لا أتوقف عن نقطة واحدة بقدر ما أتحدث عن مجريات العملية الانتخابية ومدى تأثير هذه المجريات على الناخب باتجاه المشاركة أو العزوف يعني عندما قررت الهيئة المستقلة بتحديد العشر تسعة موعد انتخابات كنت أتمنى أن يكون لدينا مراكز استطلاع أو مركز استطلاع واحد قياس توجه الناس ومدى تأثير الناس في العملية الانتخابية الجاية أنت بتعرف أي دولة في العالم دائما تسعى إلى مشاركة فائلة صحيح إلى مشاركة واسعة لذلك أنا بدي يفترض أن أتوقف عند تحديد هذا الموعد ثم كل عملية قامت فيها الهيئة من حيث كشوف الناخبين من حيث التسجيل صرأتي عليها طبعا من حيث من حيث فعند كل عملية أجر استطلاع هل هناك تأثير لهذه العملية على توجهات الناس طيب إذا ما فيه توجه إذن فيه شيء غلط فيه شيء يفترض أنه نحن لا نتحدث طبعا هناك فيه فرق باستطلاعات الرئاسة لأنه تتحدث عن حزبين تتحدث عن قضية مختلفة لكن أنا أتحدث عن أثر منظومة التحديث السياسي بشكل عام على الناخب أو على المواطن الأردن حتى فيما يتعلق لربما في جانب يجب أن تقوم به الهيئة لما يتعلق في العملية الانتخابية اليوم برأيك هل يجب على الأحزاب أن تقوم باستطلاعات رأي لبناء بياناتها الانتخابية قبل وضعها بين أيدي الناخبين؟ أكيد كل الجهات المعنية في العملية الانتخابية هي مطالبة في مراكز أو في إجراء دراسات يعني حزب أو الأحزاب هي أحزاب تخوض الانتخابات من أجل تحقيق أهداف سياسية صحيح مضبوطة للا لذلك هي بحاجة لمعرفة توجهة ناخبها هي بحاجة لاستقطاب ناخب جديد هي بحاجة إلى إقناع الناس في المشاركة طيب أنا كيف بدي أقنع شخص وأنا ما بعرف توجهه ما بعرف شو موقفه من العملية الانتخابية حتى أستطيع معرفة أو كيفية مخاطبة أستاذنا علي أن أعلم تماماً وأن أدرك كيف أستطيع أن أخاطبه وهذا من خلال إجراء استطلاعات على الأقل تبدأ في رأيك في الانتخابات هل ستشارك في الانتخابات إذا لم لديه رغبة في المشاركة أو في العزو ويلغب في العزو في الانتخابات فما هي أسباب هذه العزو هل هناك مطالب قد تدفعك أو هناك أسباب أو هناك نتائج أو هناك إجراءات قد تدفع بك إلى المشاركة في الانتخابات حتى أستطيع أن أخاطب هذا الناخب وأستطيع أن أقنعه في المشاركة في الانتخابات أما أن نبقى دائما بصراحة حبسي الأسلوب التقليدي حبسي الفزعة وأنه ما احترامي طبعا للجميع اللي هي تأتي أما بالصداقة أو بالقرابة أو باعتماد على عناصر ومقومات أخرى لن نتقدم إلى الأمام وسنبقى نراوح مكاننا نحن في تجربة سياسية جديدة نحن جميعا معنيين بإنجاح هذه التجربة لذلك يجب علينا أن نقيس مدى تقبل الناس في هذه التجربة وإذا لديهم ملاحظات أيضا شيء مهم أن أعرف ما هي الملاحظات لدى الناخب أو لدى المواطن على قانون الانتخاب على الإجراءات العملية الانتخابية أو على منظومة التحديث السياسي بشكل عام حتى أستطيع أنا أقوم كتعديلها أو المطالبة في تعديلها تحت القبة حتى أستطيع أن أقلق ناس أو إيجاد ناخب جديد أستطيع أن أدفع بالعمل الانتخابية للأمام نعم البعض سيرى يمكن سيد نسيم بأنه هناك استطلاعات رأي ولكن أنت ما تقصده باستطلاعات الرأي أن تكون استطلاعات رأي شمولية نحكي عن خمس مليون وأكثر من الناخبين أن تستهدف على الأقل نصف هؤلاء الناخبين صحيح؟ أنا باعتقادي ما في استطلاعات رأي في الأردن أنا ما شفت استطلاعات رأي حقيقية قبل الانتخابات تقيس مدى أو نسبة أو تتوقع نسبة مشاركة الناس في الانتخابات لم أرى لغاية هذه اللحظة سواء على مستوى الأحزاب أو على مستوى القوام المحلي هناك أعتقد في موضوع الاستبانات أو في موضوع الاستطلاعات هناك في طرق وأساليب علمية تأخذ شريحة معينة قد تستهدف هذا الاستطلاع نخب سياسية قد تستهدف الشباب ضمن فئة عمرية معينة قد تستهدف المرأة وقد تستهدف طلاب الجامعات وقد تستهدف نخبة أو مجموعة أو فئة معينة لقياس مدى رغبته في المشاركة في الانتخابات كل ما لدينا أخي هي عملية رصد أنا باعتقادي وهذه العمليات تتم بعد الانتخابات نبدأ نقول أنه والله نسبة المشاركة كانت 80% 70% 60% يعني تعتمد على نتائج العملية الانتخابية نفسها وليست كافية برأيك هذه تأتي متأخرة يعني أنت لما تيجي الهيئة أو الجهات المعنية في عملية الرصد تقدم شيء أصلاً إحنا يعني واقعي يعني إحنا لم نقدم شيء قبل حتى نصل إلى هذه النتيجة يعني بمعنى آخر لما يجب لك نسبة المشاركة 60% في الانتخابات أو 70% ما الجديد الذي قدمته مراكز الاستطلاع طب هل هناك دراسات أجريت قبل ذلك على توجه الناس للدفع بالناس نحو المشاركة يعني شيء مهم جداً أنت تتحدث عن شيء جديد اللي هو القوائم الحزبية مضبوطة لا وتحدث أن القوائم الحزبية لها 41 مقعد طب السؤال الذي يطرح نفسه عندما أصدرت الهيئة القوائم التي تم القبول قبولها في المشاركة في الأعمال الحزبية نقطة ألم تستوقف عندها كل الجهات المعنية يعني الناس المعنيين أو المراكز المعنية هل هذه القوائم أو شخص هذه القوائم أثرت على الناخب الأردني شيء مهم جداً طيب هل عملية القانون الجديد والقوائم الحزبية هل أثرت على رغبة الناخب الأردني أو دفعت بمن يحق له الاقتراع للمشاركة في الانتخابات؟ يعني أنت تتحدث أخي معاذ دائماً بعد إعلان النتائج وبعد سنة من تشكيل مجلس النواب يبلش الناس يذمروا يبلش الناس يعني ينتقدوا للآداء ينتقدوا بعض النواب وينتقدوا ويبلش يقول لك ما راح أن تخف وبالظل هذه معنا لحين ما نتبدأ العملية الجديدة طيب أين يعني وهذا كل مرة بالمرة أين الفرق الذي أحدثته منظومة التحديث السياسي في حياة المواطن الأردني من خلال أني أقيس مدى رغبته في المشاركة قبل الإجراءات العملية الانتخابية وأثناء المراحل العملية الانتخابية حتى أعرف أين يتفاعل المواطن الأردني أو مع أي إجراء أو مع أي عملية يتفاعل المواطن الأردني أنت تعرف إجراءات العملية الانتخابية تمر بمراحل قانونية محددة كل مرحلة بمراحل العملية الانتخابية إلها وقت محدد نعم ومدة دستورية لذلك طيب ما هو الذي استوقف المواطن الأردني هذا بحاجة استطلاع رأي طيب وأنت مع أن يكون هناك استطلاعات رأي دورية يعني اليوم ما قبل الانتخاب وما بعد الانتخاب وبعد عام من عمر المجلس وما بعد عامين من عمر المجلس ثلاثة أعوام أربع أعوام وما ثم سنأتي لنرى لأنه أنت حكيت وذكرت اليوم 41 مقعد بعد أربع سنين 65 مقعد فيما بعد رح يصير 90% وكذلك الأمر واليوم هذا قانون فعليا والبعض يعتقد بأنه في حال ارتفعت النسبة التصويت في هذا العام إذن نجحت الخطة ونجح القانون صحيح أنا الأقصد وأستاذ معاد أن تكون استطلاعات رأي بعد كل إجراء عملية من العملية العملية الانتخابية نعم يعني خلال شهرين أو ثلاثة شهور يكون في أربع أو خمس استطلاعات رأي شيء مهم جدا بعد ما يتم قبول الأحزاب هناك برامج حزبية طب هل فعلا المواطن الأردني يتفاعل مع البرامج الحزبية هل هناك برامج دفعت في المواطن الأردني نحو المشاركة هل دفعت في المواطن نحو التشابك في العملية الانتخابية هل فعلا الناخب أو المواطن أو من يحق له الإختراع يقرأ البرامج الحزبية حقيقة يطل على البرامج الحزبية طب أنا بدي أقتبس من هون سيد نسيم من مقالك أعتقد أنه لا يوجد ما يمنع أن نجري استطلاعات دورية تتعلق بالأحزاب والنسب المتوقع حصول كل واحد منها وأي منها الأوفر حظا وما هي دوافع الناخب لاختيار هذا دون ذاك ومدى تأثير البرامج الحزبية وقدرتها على إقناع الناخب واختراق جدار صمته ألا يعتبر هذا توجيه لإرادة الناخبين باتجاه الأوفر حظا بعيدا عن الإدولوجيات أو القناعة بالبرامج لأنه أنا اليوم بطبيعتي بروح مع الكسبان عشان أحكي له انتك سبت صح ولا لا ما بروح على البيانة الانتخابية وهذه طبيعة بشرية الكل يعلم بأن هذه طبيعة بشرية صحيح أخي معال يعني أننا ننحاز إلى الشخص الأقوى وننحاز إلى الشخص الفائز صحيح أخي معال منظومة التحديث السياسي وجدت لإيجاد أثر حقيقي وتغيير نزاج الناس والاتجاه نحو العمل السياسي والتشابك مع العمل السياسي والابتعاد عن العواطف والابتعاد عن الفزع يعني اللي تحدثت عنه إذن إذا بقينا على وضعنا السابق ما هو الجديد التي ستقدمه لنا منظومة التحديث السياسي سيدي أنا تحدثت عن الأوفر حظا من حيث البرامج نعم تمام وأيضا أيضا يحق على فكرة ما يمنع أن يقوم حزب بإجراء استطلاع إذا كان استطلاع حقيقي واستبان حقيقي وأن ينشر للناس أن هذا الحزب قد يحصل على 10% أو 20% بناء على استطلاع حقيقي أيضا ندخل عام الجديد أنه كما تحدثت أنا بدي تصبح البرنامج السياسي الحزبي هو الدافع الحقيقي لإرادة الناخل نعم كما تحدثت حضرتك ونحن مقبلين في الدورة القادمة إن شاء الله على ثلثي مجلس النواب صحيح وأيضا في الدورة التي تليها أن يكون جميع النواب من الأحزاب أي أن تكون حكومات حزبية أنا لما بدي أسلم واحد الحكومي على أي أساس تم اختيار أنا بدي أخلق بدي أوجد حالي جديدي لدى الناخب الأردني لدى المواطن الأردني تعتمد على الأيدروجي السياسي إذا كان والله حزب سين أو حزب صاد لديه برنامج سياسي يلبي طموحاتي يحقق تطلعاتي سوى كانت من خلق إيجاد فرص عمل تطلعات سياسية تطلعات اقتصادية تطلعات اجتماعية وبحكم عليه من خلال برنامجه ومن خلال أداؤه نعم هذا الشيء يدفعني إما لأن أختار حزب آخر ضمن برنامج جديد أو إذا كان الإعداء فعلا عبر عن البرنامج السياسي تحت القبة ويحقق طموحات من خلال ما وعد فيه في برنامج السياسي بعيدا عن الشعرات لأن الشعرات الحزبية يجب أن تعكس البرامج السياسية ضد الناس نعم إذا بقينا على هذا الحال وندور في نفس الدائرة المغلقة أنه صاحبي وقرابتي نحن لن نقلق حالة سياسية جديدة وهذا ما لا يريده المجتمع الأردني باستطلاعات رأيي خلينا منحكي عم ناخذها هيك بس بالقعدات بأنه اليوم اختلفت توجهات وتحديدا عم نحكي عن فئة كبيرة من الشباب الشباب هو المحرك اليوم لهذه الانتخابات وأيضا هناك عناصر أخرى في هذه الانتخابات ستلعب دورا كبيرا من المرأة والشباب والبيانات الانتخابية وكل ما يخدم المواطن الأردني أشكرك جزيلا شكر السيد نسيم عنيزات وأنت كاتب صحفي وحديث شيق حول استطلاعات الرأي شكرا جزيلا لك شكرا إليك والله أعطيك العالم نسائك سحي الله يرضاه